وأعلن العقيد ترك المالكي المتحدث باسم التحالف أن كافة منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام وأن 22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً و959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات المنافذ الإغاثية في اليمن سواء كانت الجوية البحرية البرية يوجد عدد 22 منفذ تعمل حالياً بالطاقة الاستيعابية الكاملة لدخول المساعدات الإنسانية والغاثية والمواد الأساسية إلى اليمن من نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة حتى اليوم كما تشاهدون سواء كانت الغذائية أو الإيوائية أو الصحية أو النفط المجموع 168 ألف و292 مساعدة غذائية وإيوائية وصحية المستفيدين من أبناء الشعب اليمني حتى اليوم 959 ألف و879 وبإذن الله تعالى في خلال اليومين القادمة راح يتعدل عدد المليون ترجمة نانسي قنقر